هذا نعمة الوكيل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول إن كان الزوج مريضا نفسيا بالفصام بالفصام النفسي وأضر نفسه ومن الممكن أن يضر من حوله خصوصا أهل بيته فهل الطلاق منه حرام ولا يعتبر تخلي عن الزوج الزوج مريض بمرض نفسي بانفصام أم بغيره وبالتالي الزوج شايف إن الزوج ضر نفسه طب هو مريض لأن المريض النفسي هذا غير مسؤول عن تصرفاته وبالتالي يعذر له عذر ليس عنده أهلية للتصرف أو أهلية للفعل أو ربما فقد أهلية الكلام فعلينا أن نقف معه وأن نسانده وبالتالي في بعض الأحكام الفقهية مذكورة ومسجلة ومسطرة في المرضى النفسيين يعني مثلا لوحد عنده وسواس قهري بتجينا حالات كتير من أقربها والله من يومين واحد تكلمني عنده هاتف يهاتفه زوجتك طالق 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 وتجعله يردد هذه الكلمة خلف هذا الوسواس القهري فممكن يقوله الكلمة دي كتير طالق طالق وبالتالي هو بيحب زوجته وللأسف يأتيه اه امتنع عن الطعام والشراب وتقلبات مزاجية وحالة كبيرة جدا من الغضب والحزن الشديد والاكتئاب يقول لك قلاص أنا طلقت زوجتي تقوله طيب كم مرة يقول لك كتير جدا هو عنده سواس قهري يردد هذه الكلمة ويندم وبالتالي يرددها ويرددها هذا لا يقع منه طلاق تاني هذا لا يقع منه طلاق مهما قال لا عبرة بقوله لأنه فقد الأهلية ليه لأنه مريض نفسي عنده تقلبات مزاجية وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في هذه الآية البينة التي كلف الله تعالى فيها بأن التكليف بقدر الوسع يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه الوسواس القاري في حكم الإنسان المقرح لأنه لا يستطيع أن يملك نفسه أو أن يتحكم فيها وبالتالي غير مؤاخذ بما يقوله في موضوع الطلاق وهنا أقول للمسألة السائل هنا أو السائلة التي تقول زوجها يضر بنفسه من غير قصد طالما أنه هو يعاني من هذا المرض النفس فبالله عليك قفي معه بلاش موضوع الطلاق الطلاق ليس حلا للمشكلة الطلاق هروب من الواقع يقول الله تعالى ولا تنسوا الفطل بينكم فيه فطل فيه معروف فيه مودة كانت ولا تزال بينك وبين هذا الرجل قفي بجانبه ولا تتركينه هذه نصيحتي إليك